عقد جهاز تنمية الوراق الجديدة القرعة رقم 28 لتخصيص وحدات سكنية لأهالي جزيرة الوراق الذين يرغبون في الحصول على وحدة سكنية بديلة سواء في حدائق أكتوبر أو مدينة 6 من أكتوبر الجديدة يذكر أن وحدات السكن البديل التي وفرتها وزارة الإسكان وفقا لتوجهات الدولة في عدة مدن جديدة لتلبية رغبات الأهالي ومن ضمن التعويضات المعروضة لمن يرغب من الأهالي وبلغ عدد الأسر التي حضرت القرعة 90 أسر من أهالي جزيرة الوراق بناء على اختيارهم للأماكن البديلة حضركم شرفنا النهاردة بسرد إجراءات القرعة العنية رقم 28 للوحدات السكنية المخصصة كسكن بديل لأهالينا في جزيرة الوراق مما نختاروا البديل التعويض وحدات سكنية بالمدن الجديدة والمناطق المختلفة إن شاء الله النهاردة إحنا بسرد إجراء قرعة لعدد 90 أسر من أهالينا في جزيرة الوراق اختاروا الوحدات في الأماكن اللي هنجري القرعة اللي هي مدينة حداء أكتوبر مدينة 6 أكتوبر جديدة ومنطقة مطار إمبابا طبعاً حاجة مش عايزة أقولك عظيمة جداً جداً وحاجة فوق الخيال طبعاً وطبعاً إحنا بنشكر طبعاً كل الناس اللي ساعدت في المشروع ده لأن طبعاً حاجة جميلة جداً لأن الجزيرة بتاعت بالبحرين معروفة كانش فيها مرافق عدلة ولا حاجة عدلة فطبعاً شوق زي دي فيها مكتملة جميع المرافق وبعدين مديني الناس تعودات كاملة جداً بتاخد فلوسك وغير فلوسك بتاعت البيت بتاخد لك شوق فطبعاً مش عايزة أقولك حاجة يعني فوق الخيال